لا زال الحديث موصولا عن غزوة تبوك في الطريق إلى تبوك نزل الجيش في الليل وقبيل صلاة الفجر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الفجر فقدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليصلي بهم إماما في صلاة الفجر فصلى بالناس ولما بلغ الركعة الثانية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك ركعة وأتم ركعة فلما سلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتم الركعة التي فاتت فوقع ذلك في قلوب الصحابة فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم أو أصبتم رواه مسلم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم انتظاره في سبيل إقامة الصلاة على وقتها حديث ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته رواه الإمام أحمد وابن سعد في طبقاته وهو حديث ضعيف أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك وقال لأصحابه إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك فمن جاءها فلا يمس من مائها حتى آتي رواه مسلم فلما وصل المسلمون إلى تبوك وجدوا عينها قليلة الماء وإذا رجلان من المنافقين أخذوا ماءها وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين سبقاه إلى عين تبوك وأخذوا من مائها لعنهما ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه من ماء تبوك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا رواه مسلم ثم ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة أي خيمة وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما ولم يلقى كيدا ولم يواجه عدوة